موسيقى لما قلتك هو الشر أكيد ناس عارفة أنا بتتكلم عنه دفنا النهاردة يعني العدو للإجنتات الخارجية وللناس اللي بيبيع بلدها هو الوحيد اللي كان بيرد عليهم ورده كان قاسي جدا عليهم دفنا النهاردة عاشق لطراب وطنه دفنا النهاردة هو كابتن وسياسي وإعلامي كبير دفنا النهاردة هو مفاجأة كبيرة جدا وعشان مش عايزة ضيع وقت الحلقة وعشان أقدر أستغل وقت الحلقة كويس جدا لصالحي لأن طبعا هي إضافة لي قبل ما تكون إضافة لأي حد إضافة لي أنا شخصيا إن أنا استضيف ضيف بكيمة الضيف اللي موجود معنا النهاردة ضيفنا النهاردة طبعا بعتذر طبعا فيه توتر فظيع جدا 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 من أول اليوم وطبعا يعني أنا لازم أقول إن الضيف النهاردة من العيال السكيل خلينا بس نطلع نستقبله أنا هخليهم فاجأة مش أقول هو مين نطلع نستقبله الأول وإن شاء الله تكون حلقة قوية بإذن الله ورجعنا لكم أكيد بعد الفاصل وأكيد طبعا عرفته ضيفنا هو أسد الأعلام والقاهر الإخوان الكابتن عزم الجاهد منور الله يخليك زكي درشان منور وأنا سعيد إن أنا معاك ربنا يخليك يا ربنا ولما يعني تكلموني على أساس هاجي أنا طبعا ما قدرتش أتأخر لإذن الله من أنصار إن أنا أدعم الشباب في أي مجال والله فأنا أتمنى لك التوفيق وأنا يعني شفت لك حاجات برضو كتير وتابعتك في الإنترو لوقتي يعني حاجة محترمة جدا وبإذن الله كده وبقولها للشباب كلهم يعني يبقى عندك هدف وعندك عزيمة بحيث إن أنت يبقى لك هدف توصل له كلنا بدأنا صغيرين وكلنا نحطنا في الصخم عشان نعمل إسم فأنا أتمنى يعني الشباب كلهم كده مش يقعد على القهوة ويبسك الموبايل ويقعد يشرب شيش لا 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 الشاب المحترم اللي زي حالتك كده واللي زي الناس اللي هم قاعدين على الجابهة وفي سينة وبيحرصونا وبيأمنونا وبيأمنوا سلامة المواطن وأمن المواطن هم دول ما هم دول شبابنا هو في بيت في بيت في مصر ما فيهوش واحد في الجيش أو في الشرطة أكيد لا لأن المؤسستين دول هم يعني قول لي مين بيشتغل زيهم ما فيش والله والله ما في حد بيشتغل زيهم يعني خاصة الجيش والشرطة لأن القوات المسلحة دي بالنسبة للمصريون كلهم يعني دول الجيش بتاعنا ده عمود الخيمة أكيد طبا عمود الخيمة مش لمصر بس للمنطقة والشرق العوسي أكيد طبا فالحمد لله أن ربنا أكرمنا بجيش محترم وشرطة محترمة وأنعم علينا بقائد من الطراز الفريد أكيد طبا أنا يعني بحس أن هنا عندنا قائد يكفي يكفي أن حط كفنا على إيده وخط قرار في 30 يونيو ما حدش ياخده والله ما في قائد ياخده عشان كده بقول أن ربنا أنعم علينا برئيس شريف أمين صادق في كل المواصفات الحلوة اللي ربنا أكرمنا بيها في هذا الوقت وشعب مصر يستهل طبعا أكيد طبا لأن شعب مصر يخد بالك الشعب المصر ده منوش حال أكيد طبعا يعني شعب مصر طلع قال لك لأ دول لأ أهل الشر بر لأن جربناهم سنة سودة أكيد والله سنة سودة أكيد وشفنا فيها العجب شفنا فيها العجب شفنا ناس لزمة ولا دين ولا ملة ما عرفش يعني يعني مين دول وإيه دول ومن أي يعني يمسك الشاب كده ويروح دبح وقول لك الله الله أكبر عليك يا أخي فيعني دول بقول إن أهل الشر دول لا دين ولا ملة ولا زمة ولا حاجة خمس أكيد طبعا يا كابتن عزمي خلينا في البداية يا كابتن عزمي أسأل حضرتك سؤال فضل بخصوص الرياضة هنبتدي على هذه كده نبتدي إن شاء الله بإذن الله حول استثمارها على قد مقدر لأنها معي قيمة وقامة في البداية يا كابتن عزمي خلينا أسألك منظومة الرياضة إنت هينصلح حال شأن الرياضة المصرية تمام المتوتر بالضبط جو التوتر وجو لا أنا مش هلعب عشان قاطر كده والتحفيل على دا والتحفيل على دا والعين دي الرياضي الموجود في الشارع الرياضي دلوقتي رأي حضرتك هتتعيد المنظومة دي إنتا شوف أقول لحضرتك إحنا يعني يمكن وده رأي يعني أنا بقول رأي وبقوله بمنتصر إحنا ربنا كرم في وزير أعرفه من يوم ما تخرك من كل التربية الرضية الدكتور أشرف صبح دكتور أشرف صبحي وزير لا يكل ولا يمل وبشتغل 24 ساعة خد تركة ثقيلة جدا خد قانون رياضة لا أنزل الله به من سلطان يعني واخد قانون رياضة أولا قانون رياضة وصل الرياضة أن تبقى عزب كل نادي يحط اللايحة اللي هو عايزها وكل رئيس نادي يحط اللايحة اللي هو عايزها عشان يقعد على الكرسي ما يتحركش إلا يعني إذا كان بقى ربنا بقى له في ذلك حكم ما فيش كده لأن الأرض اللي عليها الأندية دي والمؤسسات دي كلها دي ملك للدولة خد بالك دي ملك للدولة لما تعمل لي تعمل لي لايحة بتفصلة عليك لا والله ما شفت كده دور الدولة يبقى فين شاء الله لأن دور الدولة دور رقابي دور رقابي اللي أنا بشوفه اللي أنا بشوفه في الرياضة يعني هقول لحضرتك حاجة الرياضة ما تيجي تسألني تقول لي الرياضة بالنسبة لمصر الرياضة ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال هذا الكلام الرياضة أمن قومي أمن قومي الفن القوى النعمة ما هدي من القوى النعمة أمن قومي الدراما الأفلام المسلسلات المصلحيات الرياضة بكل ألوانها خد بالك دي أمن قومي أنا عايز أسأل سؤال شوف إحنا عشان يعني إيه أنت بدأت بدأت إيه لوحده إما تيجي تتكلم تقول على الرياضة من الرياضة دي من القوى النعمة اللي انت بتتفرج بتروح الاستاذ تلاقي مئة ألف بيستمتعه مفروض راحين يستمتعه بكرة القدم مش كده فطبعا بتبقى الناس متصورة متصورة إن مباراة كرة القدم فرقتين فرقة بتكسب وفرقة بتغسر أو يحصل تعادل هي دي الكرة ودي الرياضة لا والله الرياضة لها بدلول آخر لما ييجي بعد الأيام السودة اللي مصر عشناها فيها وإقاف النشاط الرياضي في مصر وتقفلت بيوت ناس كتير جدا لما حصل بقى الأيام السودة بتاع المؤامرة بتاع 25 يناير دي وتقفلت الرياضة هو نشاط الرياضي وقف يبقى مفيش مدربين بتشتغل مفيش عمل بيشتغل مفيش مدرب بيشتغل المنظومة كلها عطلت أكيد ودخلوا أهل الشر على اتحاد الكرة حرقوه كمان هم كانوا جايين يدمروا يقولك جايين عشان يهدوا مصر ويبنوها من جديد تبنوا ايه خرب بيوتكم تعرفوا تبنوا ايه انت تبنوا مصر الفاطمية تبنوا مصر الحضارة 7000 سنة جاي تهد وتبني من ضمن الحاجات اللي حصلت إقاف النشاط الرياضي في مصر ودي كانت كارسة كبيرة جدا طبعا سنتين ونص مفيش رياضي مجالس إدارات الاتحاد اللي جون في الفترة دي كان فيك كابتل سمير زاهر رحمة الله عليه رحمة الله وبعدين الدنيا جانين خاص وبعدين جات الانتخابات جيت الأساس جمال علام بمجلسه تمام اتحاد محروق المشاط واقف ما فيش ما فيش اي حاجة بدأت الناس تشتغل وبدأت بصراحة القوات المسلحة ما شاء الله عليه يوم عملوا الاتحاد بقى حاجة تشرف ومجلس أستاذ جمال علام اللي قاله بقى في الفترة دي قالك أن أستاذ جمال علام ده جاي محلل يعني الفترة معينة جاي محلل يعني جاي كده زي كنبارسي يرحب دوره طلع راجل محترم جدا يشتغل شغل كويس جيد يعني رأي حضرتك أنه هو ممكن يكمل كمل وكمل الدورة وبعدين بعد ما خلص جاي المهندس هاني أبو ريدا قدمتني كمل المسيرة لغاية بطولة أمم أفريقيا لما حصل حل الاتحاد قبل المحلال أصبك المهم فأنا النهاردة ما جاي أتكلم حضرتك على الرياضة المصرية وخاصة كرة القد ماذا قدمت لمصر قدموا لمصر إيه لقدموا للأمن القوم شئ ولا قدموا لاقتصاد مصر جنيه ولا حطوا في تحيا مصر شلد الوحيد اللي حط فلوس في تحيا مصر محمد صلاح طبعا ربنا يا كريمه وزيده يعني فإحنا بنيجي الوقتي بنيجي نتخانق على الماتش تأجل الماتش ما تأجلش لا دافلان هيلعب لا مش هلعب لا إيش معنى دا ما يلعبش وإيش معنى دا تأجل شوفنا يعني في الفترة اللي فاتت بعدها تكلمك كان فيه تأجيل لمباراة الزمالك مباراة الكمة أكيد حضرتك تاعي ذلك يعني تمام المباراة الكمة لما تأجلت الشلع الرياضي كله أم ما عادش لحد دا تنازل بقى منظر عباسي ليه بقى ومش هللعب مطوشطنا وكلهم سبع يعني مش منحز لطرف على الآخر بس أنا شايف أني الموسم اللي فات الأهل أجل خمس ست مرات بالزرع المباراة البرامدز والمباراة الكمة هو إيه يعني المشكلة اللي حصل بقى ان تصوروا ان نادي الزمالك ممكن يكون وراء تأجيل الخمة طبعا فيه حاجة لازم نعرفها لما تيجي تعليمات أمنية يبقى لازم كلنا نسكت وما نتكلمش ليه لأنه هم يعلموا وزارة الدقليات تعلم اللي احنا ما نعرفوش أكيد طبعا ومش كل حاجة تعلن واحد يقول لك ففيش جواب واحد يقول لي محدش قال محدش عاد ما قال لي وقلت له كلام الراغي ده المهم تعليمات أمنية يبقى البهوات كلهم كل يقعد ساكت أنت حضرتك مش بتتكلم نظر الجميع يعي تماما أن حضرتك تنضم من نادي الزمالك ومن ابن من أبناء نادي الزمالك أنت بتتكلم عمتا عمتا أنا بتتكلم عمتا تمام فطلع الناس تقول لك لا أنا مش هلعب لا إزاي يلعب لا أنا أشمعنا الزمالك والأهل يتأجلوا لا مش هلعب لما الزمالك يلعب لا الأهل مش هلعب مش عارف إيه لا سبوع هتعمل إيه لا أنت عدي يعمل إيه لا المصري يقول لك منظر عبسي غريب جدا وفي النهاية كله لعب كله لعب كله لعب يعني مع أصار غير البلبلة والفتنة وبس ما هو دا كلام ما هو دا كلام وبعدين إيه بقى أنت بتعمل احتقان احتقان والبلد خد بالك مش متحملة الكلام دا تمام لازم نعرف ونعي جميعا أن مصر إلى الأنوى اللي احنا بنتكلم فيها دي مستهدفة فعلا بالنسبة للرياضة عشان معي أسئلة كتير بالنسبة للرياضة عشان نقفل ملفاء خونه حضرتك شايف إن توركي قال شيء طبعا مع الاحتفاظ بالألقاب لكل الجانب أضاف وبصمة للرياضة المصرية ولا وجوده أصار الفتنة ما بين كوتباي الكرة المصرية يعني إحنا دلوقتي شايفين وطبعا أنت ممكن تكون متابع أو مش متابع أنا بتكلم ومتابع وعرف كل كبيرة بس فعضرتك عارف إيه اللي بيدور دلوقتي أنت بتسألنا على المستشار تورك ألشيخ بالزبط طيب أولا مصر والسعودية روحين في جسد واحد أكيد طبعا ده لا خلاف عليه أنا نتطفق يعني تمام ودول صحاب بلد واحنا صحاب بلد هناك والألاقات زي الفل الألاقات زي الفل أكيد هو المستشار تورك ألشيخ جاي يعمل إيه ناس تسمع تمام ماشي جاي ستسمع؟ طيب بس وعمل حالة وعمل حالة وعمل فرقة محترمة ماشي وعمل حالة وأضاف كتير وعمل حالة جميلة جدا والراجل بيصرف وبمزاجه وبرضاه تمام لغوا برا على ذلك بس دلوقتي الفتنة الأيمة بينكوا تضايق كرة المصرية ما خلاص بقى خلاص بقى على جمهور كبيرة ما هي الوقتي بس حضرتك كان لصالح ناس ضد ناس وناس لها مصالح وناس ملعاش مصالح لكن تورك الشيخ عمل إضافة وطفرة في الرياضة المصرية في الفترة الوجيزة دي لما فرقة زي بيراملز تطلع تالت دوري وتنافس واخد بالك وبتلعب في الكونفودرليا لا لا هو عمل احنا اولا احنا متأخرين في الاستثمار الرياضي جدا خد بالك حقيقة طبعا احنا متأخرين جدا وبعدين احنا عندنا مشكلة والمشكلة دي يمكن قالها الدكتور زويل رحمة الله عليه المشكلة ان في مصر عندنا عادة يا رب نخلص منه زي ما قال زويل الناجح في برا بيساعدوه عشان ينجح اكتر صح والفاشل يحاولو ينجحوه دي حقيقة احنا بنحاول الناجح نفشله نفشله والفاشل اللي خليه في شلقت دي حقيقة يا دي عادتنا ولا هنشتريها دي حقيقة فعلا خلاص صح كله دخل على المستشار تركيالشيخ تركيالشيخ جاي يدفع فلوس بيجاعد فلوس تمام جاي يستثمر بقول لحضواتك ترك جاي يدفع فلوس وبستثمر بس وإحنا 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 برضو متأخرين في حتة خد بالك متأخرين في حتة الاستثمار إلى الآن في الرياضة لأن خد بالك إن في دول ومنهم البرازيل كانت أكبر دولة مدنة في العالم تمام بكورة القدم والرياضة بقوا من أغنى دول العالم تحقيق خد بالك تحقيق وفي عندنا حكام كانوا على مستوى العالم محترمين جدا بنهد في حكامنا برضو وبالرغم نحن عندنا أحسن حكام عشان كده عايز أقول لك عشان نطلع من النقطة دي إن تجربة المستشار تورك الشيخ نجحت وبامتياز وأتمنى إن تتكرر في أندية أخرى خد بالك لو نتصور إن التجربة دي اتعاملت في أندية الشعب الشعبية الكبيرة لا زي أمثال الإسماعيل البورسعيدي لا معلش بقى استناني بقى لا لأ لأ انت عندك فرق عريقة وجماهيرية ترسانة تمام من أعرق الأندية تمام المنصورة تمام الأولومبي تمام بس كلها درجات تاني ما هو ده بقى ما هو ده هي هو جده الأسود ده كم درجات تانية تمام مش كده لما استصمر استصمر تمام لما تيجي بقى لذا كان هدف ده البسشار تورك الشيخ كان أول ما اختار كان مختار نادي الترسانة خد بالك كان مختار يبدأ بدأ بداية الترسانة ورافضوا فما بالك بقى لما تبقى الأندية الجماهيرية ترجع تاني لأن الأندية الجماهيرية ما قدرتش يتواكب الغالة والأسعار بتاع اللعيبة والكلام ده فبالتالي دخلت أندية الشركات زي انبي زي بترجيت زي الأندية وأندية الخوات المسلحة وأندية الشرطة لأن عندهم ميزانية المنصورة بيكوح اطراب القلومبي بيكوح اطرابين فاهم انت ازاي طنطة شوف طنطة بتطلع وتنزل طنطة جماهيرية كفر الزي اللي هما في فريق كفر الزي اللي هو درجة تانية ده اللي هو زي ما قولك ايه كان في فترة من الفترات في الدور الممتاز رئيس مجلس الدراء بيهد فيه انت ما تقدرش تواكب اكيد فاهم ازاي عندك بلدية المحلة افوا مش كده اقول ايه اه اكيد ففيه عندك دميات فين فعندك في المحاق سوهاج فين اسوان فين مش كده اصيود فين المينيا فين صح فعندك انت كل محافظة لو فر هتلاقي الدور زي النار فاهم ازاي لان الكرة جماهيرية والجمهور هو رقم واحد اكيد طبع فانا عايز اقولك للأسف الشديد عشان نقفل الموضوع ده ان تجربة المسشار تورك ارشيخ نجحة بكل المقيس وانا بشكور شكرا جزيلا الرياضة زي ما قاله امن قوم الى الان سوبة في جبين الامن القوم قدمت ايه امن القوم قدمت ايه لخصان المصر صياح وعويل وخناقات وفي اكتر من كده لا طبعا قدمت اكتر من كده لا طبعا وفي نفس الوقت في نفس الوقت عندك مجهود بيبذل من وزير الرياضة فظيع انت عندك مراكز الشباب مراكز الشباب عندك مراكز الشباب وقانون الرياضة اخبالك دول اهم نقطتين مركز عليهم الدكتور اشرف شباب تغيير بعض ونود خانون الرياضة التسالق ده الحاجة التانية مراكز الشباب انا بعمل مركز الشباب كان بتعمل مركز شباب او اتعاملو في الفترة اللي فاتت مركز الشباب عبارة عن ملعب خماسي وموضاء ومتأجر بمية جنيه الساعة الشباب اللي معاها عشرة جنيه كل واحد يتطع عشرة جنيه اخبال حضرتك لا ده مش دور مجل الشباب مركز الشباب مش جايب مش عامل ملعب عشان تؤجره ده اولا ثانيا دور مركز الشباب ايه الورش الورش التعليمية واكتشاف المواهب في التطريز في الموسيقى في الغنى في الرسم في الطبخ في كل شيء مواهب عامة اكتشاف المواهب يبقى فيه ورش بحيث الشباب بدل ما بتقعد على القهاوي يخش يتعلم له حد ينمي موهبته اخبالك وده يمكن اللي مركز عليه الدكتور قشرة في صبح الحاجة التانية قانو دوري مركز الشباب دوري مركز الشباب تجربة نجحة بكل المقاييس بس مش هي الهدف الرئيسي من مركز الشباب مركز الشباب نمر واحد اكتشاف المواهب وثق لها فان شاء الله كل الملفات دي كل الملفات دي بإذن الله هانتهي منها الدكتور قشرة بإذن الله عشان اختم الملف الرياضي خلالك مفيش نيل حضيتك ان انت تترشع في رئيس لنادي الزمالي بص اقولك حاجة انا انا يعني من 96 ل 2005 تمام وبعدين كنت في الفترة دي عدو مجلس الدارة وسكشفتير عام تمام تمام قبليها كنت طبعا مدرب منتخب مصر ومدرب نادة الزمالي كان انا جيت نادة الزمالي وانا في الاعدادية من منصور تمام فنادة الزمالي 1911 نادة الاهل 1907 قد بالك تمام اتعلمنا من خامات هقول لحضيتك حاجة نادة الزمالي كان رئيسه يعني باشا طبعا رئيسه باشا خبالك نادة الزمالي في قامات يعني هقول لك حاجة ما جيت انا من منصور اول ما جيت فجأة لقيت في وش كابتن احمد مصطفى ونبيل نصير وعبدو نصحي وكابتن محمود حسنين وقالدو وسبير محمد علي وشاهين و بقيتك كعب لو انا ماشي من القامات الموجود فكي طبعا قامات ونجوم يسد عني الشمس تيجي الألعاب كورت الياد كان الدكتور حسن مصطفى حسن صقر حمد مرزوق حسن لبيب الأحمر مصطفى الأحمر البسكتبول ده عندنا مبورك عبد المتجلي كابتن البسكتبول استشد في حرب سبعين عدل شرف اسماعيل سليم يا خراب سود عالم نجوم غير طبيعية كرة طايرة حدث بلا حرب فاحنا ملوك ألعاب الصلاة أكيد بجانب كورت القدم أكيد فنادي الزمالك طول عمره مؤسسة كبيرة بتحصد البطولات وتعلمنا من رؤساء النادي المحترمين انت عندك الكابتن حلمي زمورة حسن حلمي ده ده الرمز بتاعنا المهندس حسن عامر أخو المشير عبد الحاكم عامر خد بالك بقى يمكن حد ما يعرفش المهندس حسن عامر جاب كل مساحة مكان حمام السباع حوالي عشرين فتدات هو ساحب الفضل اللي جابه من الزمالك فأنا يعني أنا أتمنى لنادي الزمالك التوفيق أكيد ولو نادي الزمالك هحتاجني في أي وقت أنا تحت أمره يعني فيه نية لحضرتك يعني أنا بقولك حسب الناس اللي هتخش حسب الناس اللي قدين أه كبتن عز مجاد حضرتك بعيد عن الساحة الأعلامية بقى لك فترة تمام من ثلاثة لأربعة شهور الفترة من ثلاثة لأربعة شهور اللي بعيد عن الساحة الأعلامية صحيح في الوقت دوت ظهر حاجات كتير ممكن تكون انت حضرتك ما ردتش عليهم الناس اللي تكذبت من بلدها وعملت فلوس من بلدها وعملت أموال وصروات وملايين ومليارات من بلدها ومن جيش بلدها خارجة برا بتغلط في الجيش وبتغلط في شرطةها وبتغلط في النظام وبتصير الفوضى وعملت تتكلم عن الفوضى من الآخر رأي حضرتك ايه بقى في اللي بيحصل شوف مش عايزة أقول اسمه بس أكيد حضرتك تعرف أنا بتتكلم عن إيه شوف حضرتك احنا يعني مع عمره 2011 وفي 2011 تحديدا كانت سقوط سقوط الإعلام المصري أو الإعلام المصري في 2011 خادت ضربة قاضية ساقة واشتغلت القنوات الخاصة برموزها اللي كانوا ضد الدولة كان عندك يعني يسر فودر مجل منشازلي لا 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 ناس كتير جدا ده راحوا جابوا لليان داود شغلوها هنا يا راجل فالمؤامرة كانت شديدة جدا والإعلام ساهم فيها والإعلام ساهم فيها بدليل أقولك حاجة يعني كانت برضو في فترة 2011 دو قابليها كان زي ما يكون يا أخي الشرطة عملالهم عمل يعني ما هم كانوا إيه ما هو برضو أصلا أهل الشر دول سواء الإعلاميين الفسدة اللي أفساد دول اللي كانوا عايزين يسقطوا مصر دول كانوا أخذينها واحدة واحدة يسقطوا الشرطة وبعد الشرطة يخشوا على الجيش أكيد طبعا مش كده أقول إيه أكيد طبعا فإحنا كان عندنا رجال رجال ونعمل رجال وبخص المشير حسين طنطوي المشير حسين طنطوي ده ده كان رمانة الميزان في الفترة دي وكل الخوانة والخوانة والأشاوس والكلاب المصعورة دول المخابرات كتتحطة إيه ده عليه وقسما بالله لولا المخابرات المصرية لا سقطت مصر ده أكيد طبعا ما أنا بقولك يعني ده أكيد كان للمخابرات المصرية دور عظيم دور عظيم ليه بقى؟ لأن الشعب تعامل مع هذا الفصيل الإرهابي الفصيل زي ما قلتلك لا دين ولا ملة ولا يعرف ربنا ما لهمش ملة زي أردوغان كده وأردوغان مرت لقيه شيعي ومرت لقيه سني ومرت لقيه سيوني ومرت ملوش ملة أردوغان والعائل العائل الفصل ده بتاع تميم ده بتاع تركيا ده ما عدي يعيش صريح دول مش رأسة دول خد بالك يعني الدولة ومرت لقيه شيعي ومرت لقيه سيوني وايه هدفه يعني من الضرب مش هو هطلع تصريح من يومين قالك ان ليبيا حقنا الخلافة العثمانية يعني راجل راجل الدخل القومي بتاعه من الضعارة واللي ما يرخص بيت الضعارة يتحبس يعني ضعارة نظم فاهم رسمي خلاص التاني بتاع قطر الوقت بتاع قطر ده الوقت بتاع قطر ده ايه حكايته اللي بيدين قطر الصهيونية العالمية تمه هي موزة موزة كان شكلها وحش قوي كان شكلها دامين اكمل بس الحتة دي موزة دي موزة كان عندها عقدة محاجدش يعرف حاجات دي موزة كان عندها عقدة عقدة من الست سوزان مبارك ومن ملك رانيا لها عندها عقدة كده فمين اللي استضطتها الكلام دي بقوله على مسؤوليت على فك انا عارف هكايته لا ما تخافش سيب لك الكاميرا لا ما تخافش 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 لا لا ما تقلقش فموزة استلمتها مين لفني تمام لفني قلت لها انت ايه شكلك وحش ليه وزعلنا ليه بتاع لا انا اخليكي مية مية راحت واخداها في اسرائيل وجابت لها فريق تجميل يهودي من امريكا تمام كنت مع الدكتور حاتم الصحار وده من الدكاترة الكبار قوي في التجميل والنحت والحاجات دي تمام وسألته لان انا بعرف ايه قصة يعني دي عملت اكتر من ستين عملية ستين عملية تجميل محت وشفت وتعوى عملت كل حاجة فاضيا لا هي عايزة تبقى بالشكل لو كانت استمرت بالشكل اللي كانت فيه كان شكل يعني اللي سر عدوى لحبيب يعني تمام فاخدتها ليه وعملت لها العمليات دي وزبطتها واخد بالك وجندتهم وجابت فريق التجميل بتاعهم وبتاع وقعدت هناك خد بالك بقى الكلام ده قعدت هناك في اسمائي دي في اسرائيل فترة طويلة جدا وطبعا دخلوا بقى في في الشزوز وما أدركها مش شزوز وجربتها هي التانية ليفني كنت تقول لك ان انا اعمل اي حاجة لان هي مارس في الجلس مع قيادات من فلسطين ليفني انا بقى اقول لك وعارف انا ايه مش حماس دي اللي بضربوا فينا واحد من من اللي بيقولوا بق كل شوية في حماس دول الارهابية دول ومش عايزة اقول لك مين يعني وهي قالت يعني فدي دي ناس مش يعني قلت لك انا اعمل اي حاجة عشان اسرائيل خلصت على الناس بتوع الحماس والناس دي اللي عاملين الاشاوس دول اللي على القدس بالملايين وخلصت على الست موزة وموزة الوقتي وابنها بدفع فلوس كتير جدا في السومال وفي السودال وهنا 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 ويختاروا الشباب الصغير يعملوا بيها كتر بيجندوهم 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 عشان كده عشان كده الوقت بتاعها قطر دعا ليه ييجي ده بشاروا البي بي سي ولا تات تربع رأس المال بتاع البي بي سي ليه بيحاولوا يسيطروا على البلاد كلها عن طريق الألم لا يا بي البي بي سي كان لها شغلنا تانية لان تميم كان قتل واحد هناك اخبالك لان تميم انا يعني بقولها على مسؤوليتي تميم شاز جنسيانو على مسؤوليتي انا بقولها لك تصريحة على مسؤوليك على مسؤوليتي تمام شاز جنسيانو وبينه وبينه الطب الشارعي تمام لو هو طلع سليم انا عايزة تحبس تمام ما انا بكلمك اهو لا دي الشر عليك لا ما انا بكلمك فالمؤامرة بقى اتعاملت علينا في مصر وبعدين بقى ربك قالك ايه بقى ربنا بقى له في ذلك حكم جربناهم سنة لو ما كناش جربنا الأهل الشر دول كان قولنا بقى عزيم بتقربنا عزيم بتقربنا شوف بقى قتله قطع طرق بقى هدله البلد الوقت تشوف مين بقى عندك المنطقة العربية تتلاقي مثلا حزب الله على حماس عن نصر على داعش على الكلام ده مش هما دول في سوريا مش هما دول في لبنان مش هما دول اللي بروحوا اليمن والحسين مش كده هتلاقي بقى كل الأحزاب دي شغالة بتمويل من قطع تمويل قطع تمويل قطع وتيجي بقى في وسط تشوف بقى مصر بعظمتها بعفيتها بجمالها بأمنها اللي احنا عايشينه الأمن والأمان اللي احنا عايشينه ده وتيجي منظمة حقيرة هي من رئيس وطش دي تقول لك حقوق الإنسان أي حقوق اللي بتتكلمه عليه أي حقوق إنسان تقصده أي إنسان اللي بتقتل في سينة اللي بيخشه علينا بتقول حماس ومسكينه أربعة خمسة أتراك ومنتخب العالم في سينة وجاين تتكلمه بتقول حقوق إنسان منعول أبو حقوق الإنسان اللي يتعرض مع أمن مصر وأمان مصر أكيد طبعاً أكيد فأنا أما أجأتكلم أما أجأتكلم على يعني عايز أقولك يعني على هلفوت ده هلفوت اللي راح ده يتكلم على جيشنا اللي هو محمد علي أصدر أه ده هلفوت المحبش أقول اسمه لأنه ده ولد بس رد عليك يا بي ده ولد بص يعني أنا عايز ربتك ترد عليك أنا أنت عارف الرد الوحيد ما هو إيه ما هو الود ده زي الود وقل غنيم زي زي الود رجوس ده باسم يوسف باسم يوسف أه تخيل والولد اللي هو اللي اسمه يوسف حسيني ده تسمع أنه بتعجوشه ده لا يا جوشه ده واخدنا أنا على طل شغال عليها بس 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 أقوله على حاجة أه إعلام الشرع عماته ترد علم تقول إيه تصور لسه إعلام الشرع جايز صور أنت في مؤسسات كده كبيرة كده للواحد فاكرها مؤسسات يعني زي جامعة هارفرد دي صور جامعة هارفرد عاملة منحة لبكار بكار مش بكار بتاع رمضان بتاع محمد مونير بكار اللي كان المتحدث الاسم باسم حزب الحزب بتاع السنيين دول ولا اسمهم إيه حرية والعدلة لا مش عارف اسم بكار ده بكار كان راجل بيشتغل خريج جامعة سكندري تمام ماشي هما بيختاروا بيناقوا يعني بكار ده مثلا خد بكاريوس تجارة من جامعة سكندريا في عشر سنين تمام يروح هارفرد يعمل إيه ده مثلا هم 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 ما دي بقولك هو ده ما ده خد الراجل بتاع ناسا ده هم صام حجي ده هم اللي قالك طلع كده مرة يقولك أنا عايزة بقى رئيس مصر هم هم بسم يوسف هم الوقت اللي طلع مامودة الشازلي عاية داسبو ايه واقل غنيم واقل غنيم اه اخ بالك انت شفت عبرتك اللي بيمزله على الحالات اللي بيمزله على كده هم لا يا بيضاء على نفسه ده على نفسه ولا يهز فينا شعرة يلعب يلعب بعيد صور الأشكال دي ايوه بنا شفت وابرس وعريان وطاق اه اه انت تعلم ان 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 واحد زعصام حجي اللي في ناسا ده ده ناسا دي طلعت والناسا هم ان ياخده يعمل افه في ناسا ده هم ويقولك أنا أبقى رئيس مصر هم قصم من بالله ما يعرف يدير بيته عايز يدير مصر ده مبعرفش يدير بيته عايز يبقى رئيس مصر ما هو هناك في أمريكا مين باسم يوسف كمان الولا خلد أبو النجلة مؤخزة عمر واكد عمر واكد مش واكد هما هي العيال دي سفلة كلهم خد بالك دول العيال سفلة يا فندم لما بتيجي تكلمنا على ود يعني ود صعلوق زي محمد علي ده مين محمد علي ده ده عايل صعلوق لا يودي ولا يجيب أصار الفوضى يا فندم مع المخابرات التركية والقطرية أخبالك إزاي يعني ده راجل بيبيع نفسه بيسأله هتلر بيقول لهم مين أسوأ أنواع البشر قال لهم اللي بيخونوا بلاته أكيد أسوأ أنواع البشر اللي قابلهم هتلر في حياته اللي بيخونوا بلاته أكيد طبعا قال له طب أنت ما كانت تقدر تغزو العالم وتحتل العالم قال له لو معاك جنب المصر فعلا خير أجناد الأرض أكيد طبعا أكيد طبعا فأنت عندك هنا يعني عندك خير أجناد الأرض عندك أحلى شعب الشعب لما طلع في سنتين يونيو ده قاف على كل الناس دي كل من هو خد ده بقولك على حاجة هقولك على حاجة في مخططات طبعا أكيد دايما اللي هات من الجيش المصري طب ما يقدروش يا بيه ده الجيش بتاعنا مصنف تامن عالم هيروحوا فين يا عام لكن ده أنا عايزة أقولك عليه إيه بقى أنا عايزة أتكلم على شوية الكلاب الضلة الكلاب الضلة اللي في تركيا وقطر عيال ملهاش هوية يدفع تدفعله يشتب وعلى قد ما بيشتم بياخد أكيد طبعا صور كل الحرمية اللي في تركيا دول أنا بسألهم سؤال بتقبضوا من مين مين بقى ببطك مخابرات التركية ولا بتقبضوا من موزة بتقبضوا من مرة من موزة أحيان تقبضوا من موزة أخي بالك طب بيشغلينكوا ليه عشان تهدوا في فلاككوا يا كلاب ده في عيالين سيبك بقى من الواد معتز الواد معتز ده ده راجل حشاش شمام طول عمره كان فيه مثلس مزفير والواد ده بتصور بخمرة كتير يا بيسيبك من خمرة ده سلوكيا لبؤغزة زي خالد أبو الناجة كده برض آه لبؤغزة هم بل ايه الواد زوبع ده بيفكرني بحلاء بغداد أو لص بغداد الاسمه زوبع ده الواد التاني اللي ملزق شعره عامل شعره كريه ده الواد محمد ناصر ده آه محمد ناصر تعرف محمد ناصر ده كان شغال ايه في مصر كان بيشيل الشنطة للأستاذ سلمة الشمع لما تراضيته سلمة الشمع وإشام عبدالله اللي هو الممثل يا عم خلينا خلص محمد ناصر يا دارش محمد ناصر كان بيشتغل مع سلمة الشمع تراضيته راح شال شنطة اللبس بتاع الفنانة في في عبده تتكلم في ايه أم الهمة ليه هناك بيرقوا يتنططوا يتنططوا ايه راجل خايل واحد واحد زي الولى اللي كان في كفر الشيخ ده لكان ببيع غزل بنات وعسلية بشعيب لكن تطلع تشتم والصوت جهوري كده تشتم في بلدك اللي اسمه شام عبدالله ده أشكال غريبة الشكل في كلبين كمان مصعورين معهم دول كلهم كلاب مصعورة ما تشوف الكلب المصعور وهو طالع في برنامج في قناة الشرق بيقدموا اتنين واد اسمه محمد عطوان واد اسمه عمد البحير قصها من بالله ما شفت سواد في حياتي قدي سواد اللي عندهم اللي عندهم وعشان كده بقولهم هتيجوا وهتتحاسبوا هتجابوا ازاي كده بقول لحظيتك ايه احنا عندنا والحمد لله اجهزة بتعرف دبة النملة عارف دبة الابرة كده غنة الابرة بتعرفهم فهم ازاي هتيجي تقول لي يجيوا ازاي ده هيجوا وهيجوا في شويلة زي ما جيه كده هشام عشماوي شفت هشام العشماوي لما جيه هايجوا كده بالنسبة للقانون وبالنسبة المبتهم هارف طب هقول لحظيتك حاجة النهار ده اصل السياسة دي ملهاش مرة فوق ومرة تحت ومرة والمصالح تتصالح واردوغان الكلب ده اللي ملوش ملة ده خد بالك يبيع اهله ما هو اردوغان حرامي اردوغان حرامي صار اردوغان بيسرق البترول بتاع سوريا ويبيعه البشار الحرامي ده سرق بترول سوريا وسرق بترول العراق ويعني بلطاجي اخد بالك وحرامي رسمي نظمي اردوغان ده اردوغان لا دين ولا ملة بقولك مرة تلاقيه شيعي ومرة تلاقيه سني ومرة تلاقيه سغيوني وعقدته في حياته الرئيس عفتح السيس عنده عقدة من الرئيس عفتح السيس سبحانك يا رب ما تفهمش هو عايز من مصر لانه هو مش قدي مصر والله والله ما هو قدي مصر واردوغان له هو قدي مصر ولا جيش مصر والوقت اللي هو أن النص عين أمه بتاع قطر ده بس خزنة ده يدفع بس يدفع عشان يجيب سلاح يدفع يجيب أنابل يدفع يجيب الكلام ده لكن بقول الكلاب الضلة في قطر وفي تركيا هتيجوا وهتتحاسبوا والحساب هيبقى عسير هيبقى عسير جدا وبقول للولى الهلفوت اللي اسمه محمد علي ده ده خد بالك العلد كلها بصوا اللي هم مشتركين في حاجة واحدة بس محمد علي طالع بطريقة مهينة جدا بصوا حضرتك طريقة صعبة جدا بقول لحضرتك يا اختلف يعني مؤتزمات لا ده هو قليل الزوء بعد إزدار يختلف ان التاني طالع في قناة وده طالع بس على السوشال ميديا كلهم شربين بيكلهم شربين من وعاء ناجس كلهم وكلهم وبقولك هو على مسئوليتي مدمنين واخد بالك معتزمات هشام عبدالو الواد اللي عامل شعره كارين اللي ملزاقه اللي اسمه محمد ناصر ده زوبع كل العيال دي بيشتغلوا في قطر في تركيا وعلى مسئوليتي في الضعارة طب الواد اللي اسمه يصف حسين مفاتحين وفاتحين اماكن بيوت للضعارة وبيشتغلوا فيها وعلى فكرة من اكبر البيوت ضعارة اللي شغال بيها شغال اللي عاملها الواد مؤتز مطر طز مطر عمل حلقة مرة ازاي عندك دلائل كده كبت يا بيه انا بقولك انا بكلمك اهو انا بقولك كل كلمة قلتها هنا على مسئوليتي عشان تبقى انت اورق قصر لا انا بسأل حضرتك عادي بس دلائل انترك بيها بحلقة تانية انا بقولك اهو المثلث مسبيره لما تهد فعمل حلقة ازاي هده مسلث مسبير الناس مش عارفة زعلان ليه هو المثلث مسبير تعارف ليه عشان ايه لانه كان بيحشش وبيزكر في مسلث مسبيره ده فدول كلهم مدمنين خد بالك يعني ما فيه هنا زاد دكتور حسن نافع وزاد الناس اللي شاتبوا البلد كل دول بياخدوا ترامضون صيني كل دول ترامضون صيني اما تيجي واحد يطلع يشكك في بلده ويشكك في جيش بلده وده يتقطع لسانه جيش بلده ايه ده خيره اجناد الارض عارف يعني ايه خير اجناد الارض يعني بيادة بيادة الجندي برقابيتهم كله وهم مشكلتهم بالجيش بالجيش الجيش بتاعنا بعمل كل حاج أيها عامة بعمل كل حاج ما ترحت شوف الجيش الامريكي بعمل ايه ما ترحت شوف الجيش ولا احنا عايزين يبقى عندنا جيش اريان زي اللي قال لهم ملت اردوغان قال لهم ملت ملت اردوغان وبعدين ايه بقى شوفوا الخسل ان دول شوية كلاب مصعورة اللي في تركيا واللي في قطر لما اردوغان هجم على سوريا في الفترة الاخيرة خد بالك طلعوا يمجدوا ان هو رايح حرر وراح يعمل لان لو ما قالوش كده هيتضربوا بالجزمة وروحهم هيتضربوا بالجزمة اتفرج عليهم كلهم استايل واحد كلهم سواد واحد كلهم خيانة واحدة كلهم حقارة واحدة ما فيش فيه بقولك الوان اسمه محمد عطوان والبحير ده عمد البحاري البحير ده قسم بالله بطلعه في برنامج الاتنين واده اسمه سامي كمان سامي علي ساميه وكده قسما بالله لو قلت الناس دي رضع زبالة تقول الي كمية حقد على البلد وبعدين تقعد تفرج كده هلارش تحس ان احنا بلدنا خرابة ده حقيقة فعلا تحس ان بلدنا خرابة الله يخبر بيوفكم بيوفكم كل المشاهدين يا فاندن اكينك قاد انا بروح وبشوف المشاريع مشاريع يعني اما اتكلم على على شبكة الطرق دي كان عندنا شبكة الطرق كان عندنا كهرباء كان عندنا غاز كان عندنا بلزين مش كانوا بضرب بعض على عشان يفاولوا العربيات صح هو كان عندنا حاجة لا طبع وبعدين كل حاجة يشككوا فيها تبقى شايف المشروع ويشككك فيه معمول مشاريع في مصر قسما بالله اللي اتعاملت في الخمس سنين ما تتعمل في عشرين تلاتين سنة وبعدين ما الرئيس كان ممكن يعمل زي يا حال وبالدين ولبس طائد ده ده ومشي حالك ده فتح الخراجة وهو لو رئيس عفتح السيسي بيعمل الزعامة والشو كلام ده والله ما اعمل الكلام ده بداخل وداخل في عش الدبابير خد بالك واشتغل الله ده انت عندك يا راجل مئة مليون صحة فيروسين انتهي السرطان السادي النهاردة بيصحة الأطفال الله وبالمناسبة بقى بالمناسبة هل يعقل ان الدولة بتهتم بصحة المواطن بهذا الشكل قصة ان احنا اهل الشركة استكفر مش كده اكيد ولا عايز حاجة بملف اهل الشر لا اهل الشر لو اتوجه الرسالة بس لتلت اشخاص في احنا خلاص الوقت خلاص لا ده انا عايز اقول قبل الرسالة قبل الرسالة عايز اقول لما يبقى اندية محترمة زينان الترسانة والمناطق اللي في العجوزة في الاعلام والحتة دي والاهاوة بالمنظر ده اندية الرياضية عندها اهاوة بتقفل السكت واربعة وعشرين ساعة وشيش وشبابنا ضايع فيها فين المعافظ فين الاحياء انا انا بطالب مجلس النواب بوضع قوانين لانضباط الشارع المصري والاهاوي اكيد ده شيء مهم جدا الدولة ماشية في سكة والناس ماشية في سكة تانية ميت مليون صحة وبهتم بصحة المواطن واحنا ماشيين في سكة وانا ماشيين في سكة نحن قاعد نقعد يشربوا اهاوي بأشيش نقعدوا في الاهاوي للفترات طويلة مش ممكن مش ممكن كابتل عز مجاد انت القاعدة معاك ما تشبهاش عايز ثلاث مين اللي تقول عليها بالنسبة لمحمد علي في جملة صغيرة ده حقير واخد بالك وولد شمام مالوش اي لازم تمام معتز مطر معتز مطر برضو نفس القصة ده راجل مدمن وبعدين راسه اطول من جسمه عنده عقد لانه قزم اه قزم اه قزم واخد بالك وراجل شاز ده مجموعة شواز يعني يوسف حسيني يوسف الحسيني ده يوسف حسيني يوسف حسيني اللي هو جوشو ده جوشو ده اه عشان بس جوشو ده برضو من نفس الفصيل زي عمر الواكد وواخد والعال الزمالة والوان اللي اسمه بس من يوسف والعال الصيح توجه له كلمة كلهم كلهم لمؤخص تمام لو بتنعز من الجاد انت وعيشنا اولا وعشان قبل ما اختم معك انت هتكون متواجد اعلاميا بعد كده ان شاء الله بإذن الله انا والله يا كابتن في ناس كتير بتحبك فهارت يعني تدينا كده طاقة ايجابية كده انت الوحيد اللي بتدينا ان شاء الله بس انا انا برضو نفس الاعلام لان عاديين يتكلموا عايزين وزير اعلام هما انا بقول ان الاعلام ده محتاج صناعية الاعلام وبعدين ادوا الاعلام ادوا العيش لخبازه وادوا الاعلام لصحابه خد بالك الاعلام لو ناسه وبعدين احنا برضو زي ما بتقول ايه يعني لازم الاعلام يوقف مع البلد في الفترة دي وانساند البلد مش عايزين اكتر من كده نورتين وشرفتين ربنا خليك ربنا خليك وان شاء الله كابتن باذن لا تكون في حلقات ما بيننا تاني ان شاء الله باذن الله شرفتيني كابتن عازم الجاهد طبعا بتوجه بالشكر طبعا لقناة الصحة وجمال وستال لايت ميديا برياسة العبقاري مصطفى بدران وصدام صدام صعودي ومحمد جابر طبعا بشكر الأسطورة جابري والأهداد مارينة والإخراج محمد سمير بشكر كله العمل كله طبعا اشوفكم ان شاء الله الحلقة القادمة لص الكلام اصبعا